لعلي بيفكر ازاي في فترة الانتقالات الشتوية كلام كتير كلام كتير على اللعبين جم لعبين هيمشوا لعبين هينضموا جمعنا لكم كل ده تشوفوه تعرفوه تعرفو كل الكواليس يلا بينا اولا بعد ان حسم الاهل صفقطي خالد عبد الفتاح من سموحة ومحمد الضو كريستو من النجم السحلي التونسي وضع النادي الاهلي ست اسماء جديدة محلية واجنبية ضمن حساباته في المركات الشتوي الجالي يعني مش هيجيبه الست لعيبة مش هيجيبه الست لعيبة بس فيه ست لعيبة دلوقتي على الطاولة هيختاروا منهم اتنين لعيبة مثلا مثلا يعني تعالوا نكمل خلال الساعات الاخيرة عاد اسم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر يطردت داخل الاهل مرة اخرى خصوصا وان اللاعب لديه الرغبة في ارتداء القميس الاحمر الا ان ادارة فيوتشر ما زالت ترفض رحيل وتتمسك بالانتظار لنهاية الموسم الجاري لحسم مصير اللاعب الاهلي عايز محمد رضا بوبو بس المؤكد ان ادارة نهاية فيوتشر من الصعب جدا انها تستغنى عن اي لاعب في فضل الانتقالات الحالية عشان هما عايزين يروحوا لبعيد في بطولة الكونفدرالي الافريقية يعني الموضوع اكبر كتير كمان من الدوري الممتاز نكمل عمر كمال عبدالواحد زين ايمن فيوتشر رئاس على الاهلي بقوة اللي ضمه في المركات الشتوي خصوصا بعد اصابة اكرم توفيق بقطع فيه الرباط الصليبي وتأكد غيابه لنهاية الموسم لكن ادارة فيوتشر ترفض بشكل قاطع رحيل اللاعب في الوقت الحالي نظرا لكونه احد الاعمدة الاساسية في الفريق لقلقوا حاجة على عمر كمال عبدالواحد كل اهلي فعلا فكر في عمر كمال عبدالواحد تفكير جدي جدا ليه بقى؟ مش بس عشان مركز الزهير الايمن اللي الاهلي دعمه بخالد عبدالفتاح ومعام محمد هاني اه محتاج لعب ثالث محتاج لعب ثالث في مركز الزهير الايمن ولكن هو بالنسبة له عمر كمال عبدالواحد هيلعب حاجتين مهمين يبقى ظهير ايمن ويبقى جناح ايمن الدور اللي كان بيعملو كريم فؤاد إنه ينفع يبقى زغير أي من في وقت من الأوقات وينفع يبقى جناح أي من في وقت من الأوقات وده اللي عمر بيعرف يعمله كويس عشان كده الأهلي بص على عمر بس نفس الكثة بتاعت محمد الرضا بوبو هي عمر كمال عبد الواحد صعوبة إن فيوتشر يستغنى عن أي لاعب دلوقتي يعني المفاوضات أكيد مش تبقى حاجة هينة وحاجة سهلة مع فيوتشر اللي عايز يروح لمكان بعيد فيه الكونفيدرالية الأفريقية نكمل عمر فايد مدافع المكون العرب من الأسماء التي ترحت في الأيام الأخيرة وبدأ النادي الآل في التحرك من أجلها لكن إدارة زياب الجبل طلبت الانتظار لنهاية الموسم خصوصا وأنها تلقت وعدا من أحد وكلاء اللاعبين بجلب عرض أوروبي للعب في نهاية الموسم كما أن شوق غريب المديل الفني المكون العرب يرفض رحيله في منتصف في الموسم خد بالك أنه ده واحد من أهم المواهب اللي موجودة في الدوري المصري أنا بتكلم على عمر فايد لاعب المكون العرب اللي بصراح هو الأهل عايزه زي مالك عايزه في برمضة عايزه كل أنديه عايزاه عمر فايد تحديد بس ليس يطلع أوروبا؟ المكون العرب دايما خلاص حسسنا أنه اللاعبة بتطلع من عنده تطلع من عنده على أوروبا زي محمد صلاح وأنني عايزين نكرر المدافع ده جامد جدا جامد جدا جامد جدا كموهبة منتظرة ممكن تعمل حاجة كويسة إنه هو ملامحه حلوة البوادر حلوة مش بقول إنه هو نجمي النجوم لسه خبرات طبعا وشغلي كتير بس هو مبشر جدا جدا يعني نكمل خامسا إبراهيم عادل لعب برامدز من الأسماء التي يريد النادي الأهلي ضمها في الانتقلات الشتوية الجارية وتمسك مسؤولي النادي الأهلي بوجوده إلا أن إدارة الأهلي لم تتفاوض مع برامدز بخصوص الصفقة حتى الآن وفضلت الانتظار لنهاية الموسم ده إبراهيم عادل إلا لا يستنى لنهاية الموسم يتكلم مع برامدز سادسا تم عرض بعض الفيديوهات على السويسري مرسي كولر موديل الفني للفريق للاعب سموحة صديق جولة لكن كولر طلب الانتظار لنهاية الموسم لحسن وصيره خصوصا إنه لم ينال أعجابه بشكل كامل بالمناسبة هو لعب كويس لعب كويس كويس في سموحة سابعا خلال أيام الأخيرة تم ترشيح الإبواري جان فليب مهاجم سادسان الفرنسي وبالفعل أبدأ كولر إعجابه باللاعب وطلب ضمه لكن الأزمة كانت في الطلبات المادية للفريق الفرنسي حيث طلب الحصول على 3 ملايين يورو وتعمل إدارة الحمراء على تقليل المبلغ في الوقت الحالي رقم كبير جدا والمهاجم ده مهاجم كويس سامنا بالنسبة للعبين الذين سيتم إعارتهم السلاسة عمار حمدي ومحمد فخري ومحمد محمود هم الأقرب أو هم الأقرب للرحيل حيث تلقى عمار سلاسة عروض من الاتحاد سكنداري وأسموحة والمصري فيما تلقى فخري عرضا من الاتحاد سكنداري بينما يريد فيوتشر ضم محمد محمود الثلاثة جمدين جدا يعني الثلاثة يبقى مكسب لأي نادي هيرحوه ده الوضع بالنسبة للنادي الآلي ترجمة نانسي قنقر